دبي عانق نو لينكس فتوريال فيديوز إنستولييشن يوزنج بارتشم ماجيك ايت باي راني أحمد دبي عانق نو لينكس فتوريال فيديوز تنزيل طريق استخدام بارتشم ماجيك ايت عال ويندوز من الثالي ينزل linux إذا كان عندك PartitionMagic this is just the method to tell us how to use PartitionMagic if you have it so you can give a space for Linux to be installed this will help us on installing linux with windows on the same system on the same hard disk and so we can give through PartitionMagic some space for linux بها الطريقة في نستخدم PartitionMagic للي عنده PartitionMagic منشان يخلي بمساحة وسع مساحة للينكس انسان لشان ينزل وصير يعد مع الويندوز بنفس الهاردسك بنفس المكان بصير نستخدم الوزنع المكان ها الطريقة في صار فينا ازا وسعنا محلة linux سير فينا نقدر نزل اه سير فينا نقدر ننقي بعد ما نزل linux اه بين ويندوز اول لنكس ازا كنت بدي انا اشغل اي واحد منهم الطريقة كما يلي أروح على رانيx.coolfreepage.com في السايت في هيدا الايزو اميج بتنزلها وبتكتبها على نحن نذهب إلى رانيx.coolfreepage.com سوف نقرأ هذا لك سأكتب السايت باتدارك اللي هي عدواني لذلك رانيx. حسن حسن .coolfreepage.com حسن 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 فهي هيدا السايت تابعتي في محطوط منشان منشان السبب الآن أنا لدي الاسدد معمول لدي الاسدد معمول سنقوم بعمل المكان سنقوم بإطلاق لنا نعمل المكان نعمل المكان نعمل المكان تحتاج المكان كالديرو دوس الآن نحن هنا في الجهاز نحن في هذا المسطن لديه مختلفات ديسك 1 و ديسك 2 ديسك 2 لا يوجد شيء لا يوجد شيء ديسك 2 نحن نفطرض انه ديسك 1 هو اللي عليه الوندوز فا خلينا نطلع حي لابل windows xp خلينا نعم عليا نعم وطاق بالتابول علينا أن نتبع ومماخد كل للدسك من أوله لآخره من الأول إلى الأخير الآن المشكلة هي أن هذا يأخذ كل دسك وينكس يجب أن يأخذ بعض الأشياء باستخدامها ويستخدامها 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 هذه المشكلة عندنا أنه للويندوس ماخد كل للدسك وفي عندي مطرحة لحط لينكس يجب أن يأخذ المطرحة ويستخدامها من حاله أشياء الخاصة بالتبسيم ما سيحدث هو يجب أن نقوم بإستخدام هذه المشكلة إلى مشكلة المشكلة الآن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك فعلها هنا في مشكلة المشكلة المشكلة المهمة لنا على دبين لينكس هو أن نقوم بإستخدام هذه المشكلة هناك الكثير من الأشياء على لينكس كما هذا نقوم بإستخدام هذه المشكلة نقوم بإستخدام هذه المشكلة الآن تقوم بإستخدام هذه المشكلة قام بإستخدام هذه المشكلة من أجل أن نقوم بإستخدام هذه المشكلة اللي بدنا نعملوا اللي اللي what we wanna do is that we wanna give some space to Linux so I gonna press resize by right click because right click resize move now how much free space I want from from this partition نحن لا يستطيع أن نضغطها مثل هذا في هذه المنطقة الرمادية سوف أتركها لينكس سوف نترك هذه المنطقة الرمادية لأجل لينكس سوف نترك هذا الكري الى المنطقة بإستخدام Partition Magic سوف نتركها لدبيان بإستخدام قريب لإستخدامه إلى المنطقة بإستخدام قلية سوف نترك إلى المنطقة بإستخدام المنطقة بإستخدامه دبيان لأنه يعمل على زوج هنا نستطيع أن نضع لـ Linux partitions لكنه ليس تريد نحن نضع ال Linux partitions بس ممنصح بشيء يجب أن نضع لـ Linux partitions وكذلك يجب أن تClickه لـ partitions partitions Parted هنا هنا أترك بحاجة 266 ميجابيتي أستطيع أن أتحرك أكثر 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 هذا هو موضوع مفيدة هذا مرزم هون فيه free space بالنسبة الى NTFS بسببت الى NTFS file system which is for windows NTFS أبداً منها فقط free space إذا كانت تكلمة إلى بعض الواقع سيقولك أنها تكلمة إذا كان مليان راح أقولك مليان من حد معين راح أقولك أنه مليان الآن سوف أعطيها كذلك سأقوم بعمل الآن لديك بعض الواقع هنا لينكس و سأترك هنا سأترك هنا سأترك الواقع سأترك الواقع كل ما فعلت سأترك الواقع بالتصف منها سأترك الواقع سأترك الواقع الآن سأترك الواقع yes okay and I press okay now I exit نعم سوف ندخل بأنه يختلف حقاً انا اجيكم نعجة تغيرات اهه انا نرى ان هناك في ديسك 1 لدينا 2 مقاربات ليس 1 لدينا 2 مقاربات بغطرية حسنا هذه البيانتبات سنكون متيند البيانتبات ليس متوند البيانتبات اللي بالمنطقة الزهريه البيانتبات ليس متوند كلبابات هكذا مايزاك و هذا الشيء المهم من البيانات البيانات تبعونية مهرفين عندما يخرب لبندوز و يغير البيانات حجمه it changes the size of the partition keeping all the data intact and good health now gonna exit this okay and we'll continue after a moment okay continuing here now now here the we have booted the debian installer dvd or cd now we're gonna show you what's the effect of using partition magic we're gonna show you what's the effect of using partition magic there's an so go to manual we'll go to manual okay and now we see here I'm gonna show phone NTFS see windows free space and now we will change it and it's having now the other free space which is this one the 5 9 2.2 megabyte now here I'm gonna just start installing the linux and if I'd like I can continue with this one too for anything else this is my this is all what you need from partition magic thanks for watching this is all what you need from partition magic 8 and thank you for watching